محمد صلاح النهاردة هو بيتكلم أو مبارح أو أول مبارح في آخر مباراة أمام منشستر سيتي اتغلب واربعة واحد فهو اللي جاب الجون فبيقول له يعني انت كويس ان انت بتجيب الجون وكذا وكذا قال له يعني اجيب الجون وفرقتي مغلوبة هعمل بيه ايه هتبقى جايزة شخصية ليا بشكل فردي ولكن في النهاية فريق اتغلب ده بيتكلم في مطش في الدوري فما بال حضرتك على ناس اللي بتتكلم عن بطولة بحجم دوري ابطال افريقيا وصلتك لتالة العالم وصلتك لتالة العالم فلما تقعد تفكر في الكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيتسمع تقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله انا ما بقولش غير كده لا حول ولا قوة إلا بالله خلي عندك منطق وانت بتتكلم خلي عندك ارقام واحصائيات زي وانت بتتكلم خلي عندك مش عايزة اقول كلام كبير ولكن خلي عندك او شوفوا اللي بيحصل ايه شوفوا الحقيقة ايه التاريخ الواقع ايه مش الخيال مش خيال في دماغ ناس معينة مش في دماغ انا ولا في دماغ حضرتك لا ده في دماغ ناس معينة الخيال ده هتفضل تعم خليك عايش في الخيال انا ما عنديش مشكلة اللي عايز يعيش في الخيال خليه عايش في الخيال انا كل اللي بطلبه من حضرتكو ايه نحن عندنا مطش مهم يوم الثلاث اللي جاي نبتدي بقى نفكر في مباراتنا يوم الثلاث وبعد كده في المبارات التي تليها عندنا بعد كده مباراة في كاس مصر وبعد كده الدور يرجع وبعد كده بقية المباراة والدنيا تشتغل نسينا بقى التالت ده خلاص تالت العالم شابو لكل اللاعبين وشابو لمجلس الإدارة وشابو لجمهور النادي الأهلي ولكن خلاص ماضي قديم قديم ايه عم إسلام ده كان أول مبارح خلاص قديم أول مبارح بعد ما الحكم صفر والشناوي صد الكرة خلاص الموضوع أصبح قديم هذا هو الفارق دائما ما بين النادي الأهلي وأي حد تالي